موضوعنا الأولاني النهاردة هنبدأ بقى تفتكروا لو جمعنا عدد كبير جدا جدا من الزوجات والأزواج وعملنا معهم إحصائية كده عن مثلا أهم خمس لحظات مرت عليهم في حياتهم الزوجية تفتكروا كده معي الأجوبة هتكون إيه بتهيقلي عدد كبير هيختاروا يوم فرحهم مثلا من ضمن قيمة يعني الطوب فايف اللي احنا بنقولها دي أهم خمس أحداث في حياتهم الزوجية أكيد كمان في ناس هيفتكروا لحظات رومانسية حتى من قبل الجواز زي مثلا أول يوم شافوا بعض فيه أول كلمة حب وهكذا بتهيقلي برضو أن في ناس هيختاروا تاريخ أول خناقة حصلت بينهم وأكيد تاريخ ولادة أول طفل يمكن حاجات كتيرة قوي لكن المؤكد ومن وجهة نظري أن كل الأزواج والزوجات هيكون عندهم اختيار ثابت في لحظة هيشتركوا فيها كلهم مع بعض مهما كان ترتيب بقى اللحظة دي وسط قائمة زي ما قلنا أهم خمس أحداث في الحياة الزوجية اللحظة دي هي لحظة اختبار الحمل وتحديدا لما بيتعمل لأول مرة يعني هتلاقي كده أي زوج وزوجة تسألهم السؤال ده فاكر أو فاكرين لحظة معرفتي أنك حامل لأول مرة تقول لك طبعا وكنا في المكان الفلاني وكان يوم كذا وكان التوقيت من اليوم كذا كانت الدنيا الجو حر ولا الدنيا بتمطر كنا لابسين كذا كنا فين وهكذا بتهالن الاختيار ده اللي ما فيش زوج أو زوجة بينسوه لأنه في اللحظة دي نقدر نقول وبمنتهى التأكيد أن مجرى حياة الزوجين دول بيتغير وبيتغير معهم اسمهم من زوجة إلى أم ومن زوج إلى أب ومن وصف الحالة بنعبر بيها عنهم أنهم اتنين متجوزين لحالة تانية أروع وأجمل بتتلخص في كلمة واحدة رائعة وهي كلمة الأسرة واسمحوا لي أن كلامي معاكم عن اختبار الحمل وهي اللحظة اللي بنعرف فيها الحمل يكون من خلال خمس أسئلة يعني أنا عايز أقدم لحضراتكم معلومات عن اختبار الحمل وده موضوع مهم جدا أنكم تبعوا عارفين فيه معلومات من خلال خمس أسئلة السؤال الأول لو الزوجة شكة إنها حامل تتأكد إزاي؟ ده أول سؤال والإجابة إن فيه مرحلتين للتأكد من الحمل المرحلة المبكرة وده من خلال إجراء اختبار الحمل المنزلي واللي بيكشف عن وجود هرمون اللي هو HCG وده هرمون الحمل وده عن طريق الاختبار الحمل اللي بيتعامل من خلال البول فيه طريقة تانية برضو للتأكد من الحمل في المرحلة المبكرة وبتكون عن طريق إجراء تحليل الدم والبحث برضو عن نفس الهرمون يعني في المعمل لما بيسحبه منك عينة بيدوره برضو على نفس الهرمون اللي هو HCG أو ده اختصار لحاجة اسمه يومان كوريونيك جونادو تروفين ده اختبار الحمل والحقيقة إن تحليل الدم بيكون اللجوء إليه لو كانت الدورة الشهرية غير منتظمة خلوا بالكوا بقى من المعلومة دي أو فيه حالات وجود النزيف خلوا بالكوا يعني إحنا في المرحلة المبكرة من الحمل ممكن يعني نلاقي على طول اختبار الحمل نعمله وهنعرف دلوقتي مدى دقته لكن بنتأكد بقى باختبار الدم لما يكون فيه عدم انتظام في الدورة الشهرية أو كان فيه نزيف يبقى مبدئيا كل زوجة ما جتلهاش الدورة الشهرية ومتجاوزين يعني ما جتلهاش اتأخرت عن معادها فترة ممكن إنها تشك في إن حصل حمل هي والزوج طبعا فبيبتدوا يعملوا الاختبار المرحلة المتأخرة بقى من الحمل والمقصود بالمرحلة المتأخرة يعني بعد مرور عدة أسابيع من الحمل فممكن التأكد من الحمل عن طريق إجراء الفحص بالموجات فوق الصوتية وده بيحصل في أول فحص بالموجات فوق الصوتية واللي بيكون عادة مع نهاية الأسبوع الـ 12 يعني في نهاية الشهر الثالث من الحمل لكن بأعتقد إن يعني 99 و9 من 10% من الزوجات في الكون كله مش هيستنوا 3 شهور عشان يتأكدوا هي حاملة ولا لأ أكيد بيتأكدوا في مرحلة مبكرة ولكن معاد إجراء الفحص بالموجات فوق الصوتية اللي بيبقى في نهاية الشهر الثالث بيكون ده حاجة مؤكدة وبنعرف معلومات كتير قوي واتكلمنا عن الموضوع ده في حلقة سابقة على فكرة دقات قلب الجنين دقات القلب ممكن تتسمع اعتبارا من الأسبوع السادس من الحمل يعني بعد شهر ونص من الحمل يبقى ده كان أول سؤال لو الزوجة الحامل شك أنها حامل شكة أو الزوجة شك أنها حامل تعمل إيه؟ طيب السؤال الثاني إمتى أكتر وقت بدري تقدري فيه تتأكدي من الحمل يعني أكتر وقت بدري يعني أنا شكة بس لسه الموضوع هل أستنى كتير ولا أستنى أيام ولا أسابيع ولا إيه؟ والإجابة أن ده ممكن يحصل اعتبارا من اليوم اللي كنت متوقعة فيه الدورة الشهرية وما جاتش كل السيدات بيبقوا عارفين أنه الدورة الشهرية أنا متوقعة مثلا أنها تجي لي بعد ثلاثة أيام بعد أربعة أيام كل السيدات بيبقوا عارفين الحكاية دي وفيه كمان دلوقتي أبليكيشنز أو تطبيقات بتساعد الحكاية دي لما بتدخلي فيها المعلومات يعني بتساعدك عن طريق أنك تدخلي المعلومات الخاصة بيكي فبتقولك أنه الدورة الشهرية متوقعة مثلا خلال يومين أو خلال ثلاثة يبقى أول يعني أكتر وقت بدري هو اليوم اللي هي ما جاتش فيه لقي طب إيه السبب؟ السبب أن هرمون الحمل بيبدأ إفرازه في الجسم وبيظهر سواء في البول أو الدم بمجرد انغماس البوايدة المخصبة في بطانة الرحل فبالتالي نقدر نتأكد من حدوث الحمل أو تقدري تتأكدي من حدوث الحمل بدري على قد ما تقدري ما تقلقيش خالص شوفي بقى لدرجة إيه؟ لدرجة أنه من اليوم اللي كانت الدورة فيه متوقعة يعني ما تقوليش إيه؟ أنا الدورة مثلا كانت المفروض تجيلي النهاردة أستنى بقى أسبوع استنى بقى إنما لو عايز تعملي النهاردة هتلاقي النتيجة تمام؟ طيب السؤال الثالث فيما يخص برضو موضوع اختبار الحمل إذا لو كانت الدورة الشهرية ما جاتش تمام كده؟ والزوجة عملت اختبار الحمل وكانت النتيجة سلبية هل ممكن برضو تبقى حامل؟ الزوجة الدورة الشهرية بتاعتها ما جاتش تأخرت عملت اختبار حمل طلع سلبي هل ممكن تبقى حامل؟ إجابة السؤال ده إنه ده لو حصل فالمفروض إنك تعيدي لاختبار مرة تانية بعد ثلاث يام على الأقل يعني أي واحدة زوجة حامل الدورة الشهرية عندها تأخرت عملت اختبار حمل طلع سلبي أو طلع نيجاتيف عديه تاني بعد ثلاث تيام في بعض على فكرة في بعض أنواع الاختبارات الحمل المنزلية بتكون قادرة على التقاط هرمون الحمل في مرحلة مبكرة جدا وفيه أنواع تانية لأ فهمتوا أصدق؟ عشان كده لازم مع اختيار النوع يكون فيه التزام وفهم كامل لتعليمات التنفيذ طبعا لو حصل إعادة لاختبار الحمل بعد الفترة دي وكانت برضو سلبية وفضلت الدورة الشهرية منقطعة المفروض بقى تستشيري طبيبك أو الطبيبة اللي بتتابع معها في أمراض النساء والولادة على طول لأن فيه أسباب طبية بتخلي الدورة الشهرية تتأخر أو تغيب بخلاف الحمل فهمتوا قصدي؟ يعني مش كل ما الدورة الشهرية تتقطع يبقى لازم الزوجة تبقى حامل لا إنما بنقول إيه السبب الأهم والأكثر شيوعا إن بيحصل حمل طيب نعمل إيه؟ نعمل اختبار حمل طلع سلبي عدي تاني بعد ثلاثة يام تمام كده؟ طيب السؤال الرابع هالختبار ده سؤال بقى مهم جدا كل الناس تقريبا بتسأل السؤال ده ومهما يعني ناس مرت بالتجارب بيرجعوا برضو هما نفسهم لما يبقوا في الموقف بيسألوه هالختبارات الحمل المنزلية اللي انت بتعملها في البيت دي بتكون دقيقة؟ والإجابة إنه لو تم تنفيذ التعليمات بدقة اللي بتكون مكتوبة بره دي أو اللي بيشرحها لك الصيدالي أو الصيدالية الصيدالانية وانت بتشتريه بتكون الاختبارات دي دقيقة بنسبة من 97% ل99% يعني دقيقة جدا لكن بنكرر مرة تانية لو الدورة الشهرية ما كانتش منتظمة ممكن إعادة الاختبار بعد عدة أيام أو اللجوء بقى لتحليل الدم في المعمل يعني كمان لو كانت الزوجة بتاخد علاج لتنشيط عملية التبويد في ناس بيبقى عندهم حصل تأخر في الحمل فبيروحوا لده كثرة فبيعملوا لهم تنشيط للتبويد ممكن نتائج الاختبار المنزلي في الحالة دي ما تكونش دقيقة تمام؟ آخر سؤال مش احنا قلنا خمس أسئلة خاصين باختبار الحمل إزاي اختبار الحمل المنزلي بيتعمل والإجابة إنه بيتعمل سواء في اليوم زي ما قلنا اللي انقطعت فيه الدورة الشهرية أو اليوم التالي أو بعد مرور ثلاثة أيام على انقطاع الدورة الشهرية كل المطلوب هو اختيار النوع اللي ممكن يختبر وجود الحمل في المرحلة المبكرة دي يعني وانت بتشتري كده النوع من الصيدلية تسألي الراجل تسألي الصيدالي أو الصيدالة الفحص ده أو الاختبار اللي أنا بشتري ده بيقدر يعرف يعمل النتيجة بدري أو في الحمل هيقولك آه هيديك النوع المخصوص لأنه هما كذا نوع يعني وعلى الرغم إن كتير جدا من الاختبارات الحديثة بتؤكد في النشرات بتاعت تصنيعها إنه ممكن إجراء الفحص في أي وقت من اليوم إلا إننا بقى عايزين ننصحك النصيحة العملية الطبية إن اختبار الحمل المنزلي يتعمل الصبح بدري يتعمل الصبح بدري مش بس كده وتحديدا باستخدام أول عينة بول في اليوم يعني لما تيجي زوجة حامل عايزة تعمل اختبار حمل ما تعملهوش بقى الساعة 6ة بالليل و7ة بالليل لا الأفضل أنا بقولك هو الأفضل تعملي اختبار الحمل ده أول ما تصحي من النوم مع أول مرة تعملي فيها بول يبقى مع أول عينة وأول ما نصحى من النوم وده له سبب إن تركيز هرمون الحمل بيكون في أعلى مستوياته في بداية اليوم في بعض الأراء الطبية بتنصح كمان بتخفيف أو تقليل كمية المياة اللي تشربيها اليوم اللي قبله شوية بالليل مساء اليوم السابق يعني إيه يعني أنت هتعمل يا هول اختبار الحمل مثلا بكرة الصبح يبقى النهاردة بالليل ما تشربيش مياه كتير دي برضو بتساعد على إن النتيجة بتكون دقيقة جدا وطبعا زي ما قلتلكو الأنواع بتختلف في طريقة الفحص يعني فيه أنواع بتكون شريط بيمر عليه البول وأنواع تانية بتطلب وضع كمية من البول في شيء نظيف وبعدين باستخدام قطارة بيتم وضع نقط من البول على مكان محدد في الاختبار كل نوع يعني تلاقوا مشروح فيه أو فيه شرح بيتعمل إزاي بس في كل الأحوال النتيجة بتظهر في خلال مدة زمنية قصيرة وبتكون محددة ومذكورة على الاختبار يعني هيقولك النتيجة تظهر كمان دقيقة كمان دقيقتين كمان تلات دقايق صدقوا بقى اللي مكتوب ده تمام وبيكون مكتوب كمان احتمالات اللون سواء في حالة الحمل يعني مثلا لو الاختبار إيجابي هيقولك اللون بيبقى كده أو في حالة عدم موجود الحمل هيقولك لو الاختبار سلبي هيبقى اللون كده وفيه أنواع تانية بتبقى شرطة وشرطتين بتظهر كتير بقى الحاجات دي في الأفلام دلوقتي يبقى لو شرطتين مش عارف تبقى إيه ولو شرطة تبقى إيه خلاص كده نفذوا الكلام اللي مكتوب ده هتلاقوا النتيجة سهلة جدا 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 بكرر مرة تانية إذا تم استخدام لاختبار صح اختبار الحمل فالنتيجة بتكون في منتهى الضق أعتقد كده إن إحنا ده الموضوع الأولاني كان في حلقة النهاردة ويا رب نكون أفدنا ناس كتير قوي قوي لأن فيه ناس كتير قوي يقولك إيه لا أنا برضو مش متطمنة استخدبار الحمل ممكن يكون فيه غلطة ممكن يكون هو مصمم على إنه يتعمل في البيت ومصمم على إنه بنستخدم فيه قطارات من البول يعني هو تصميمه وطريقة استخدامه مش طريقة طبية هم الناس اللي صنعوه في المصانع بتاعت هذا الاختبار الطبي الدقيق والمعقد بيكونوا عاملين حسابهم إن أي حد في العالم هيستخدم الاختبار ده أي حد يعني مش عايز درجة ثقافة معينة مش عايز درجة تعليم معينة مش عايز قدرات معينة خالص هو بس نعرف إيه اللي بتعمل أنا بقولكوا بقى المعلومات الإضافية بس نحن نعمله في أول اليوم ما نشربش ميا كتير في اليوم اللي قبله بالليل ما نشربش ميا كتير في اليوم اللي قبله بالليل وتاخدي الاختبار تاخدي قطارات البول ده من العينة الأولى اللي أول عينة بول تخرج من الجسم ده كان موضوعنا الأول في حلقة النهاردة طيب موضوعنا التاني إيه بنمهد لكوا يعني عشان قبل ما نطلع الفاصل موضوعنا التاني عن محاذير الأدوية العلاجية في الحمل فاكرين في حلقة من الحلقات اللي عملناها لحضراتكم قلنا إيه؟ قلنا فيه ناس كتير قوي أول ما تبقى حامل ما هو الحامل دي معرضة أن يجي لها برد معرضة أن يجي لها حساسية معرضة أنها يجي لها حاجة صدرية مثلا وعايزة أدوية معرضة أنها تبقى حاجة جهاز هضمي وفاهمين قصدي ففيه كده رأي أو فيه فكرة عند ناس كتير قوي يقولوا إيه الحمل ما ناخدش معها أدوية خالص لا فيه محاذير